أسماءك الحسنى ملاء نجنانه من أي إعجاز وأي بيانه وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة وعلون فوق تخيل الإنسان وأنا الفقير إليك فاغمرني غنان يواسعان بعطائه الرحمن ضاقت بعبدك كل أرض رحبة أنت اللطيف به ولطفك حاني ألوذ بأسمائك الوسعات لأغرف من حوضه النصف فيا قلب هذا طريق النجاة تماسك به واعتصم واكتفي فهيا إليه تعرف عليه تعرف عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اسم اليوم اسم يملأ قلبك بالعظمة بالفخر بأنك تنتمي إلى دين عظيم له رب عظيم اسم الله العظيم الذي أمر أن الله سبحانه وتعالى أن نقول فيه فسبح باسم ربك العظيم إذا أردنا أن نسبح نسبح باسمه العظيم لأننا نحن شن نقول شن الكلمتين خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فربي يحب لنا أن نسبح باسمه العظيم شنو الشيء المميز بهذه العظمة الله سبحانه وتعالى لما يجعل في قلوبنا هذا التعظيم لله ولدينه يجعل في قلوبنا شعور من تعظيم لهذا الدين خشوع لله سبحانه وتعالى تذلل لله سبحانه وتعالى العظيم لما يكون شيء في الكون أعظم منه الله سبحانه وتعالى يخاطبنا في صورة الحج ويقول عشان تعرفون شنو أهمية أننا نعظم الله في قلوبنا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تبي تمتحن قلبك تعرف إذا أنت من المتقين ولا لا حط شعائر الله سبحانه وتعالى وخنشوف هل لها تعظيم في قلوبنا ولا لا الحين إحنا برمضان بندش مسايد لها بيوت الله سبحانه وتعالى شنو حال قلبنا مع هذا المسجد شنو التعظيم للمسجد تعظيمي للمسجد أن أنا أحافظ عليه نظيف ما أفكر أنه في عاملة رقبي بتشيل الكلينكس زي حين تشربتي الماء واستخدمتي الكلينكس لماذا تخلينا جدا مش تقومي؟ شيلي خنشيلي نحافظ على نظافة المسجد هذا من تعظيمي لبيت من بيوت الله سبحانه وتعالى حالي أنا في المسجد في ناس تتخفف بالمسجد قصدي تكون بأريحية بزيادة ضحك بالمسجد سوالف عالية حتى الواحد يعني أنا أشوف ناس تصور سناب بالمسجد ومو سناب أن تصورون الصلاة بهدوء وسعادة ما يخالف بس أن أصور سناب ضحك بمسجد والله ببريك بين التراويح ولا أي إن كان ليش فهذا مو من تعظيم بيوت الله سبحانه وتعالى بيوت الله سبحانه وتعالى يبيلها وقار يبيلها خشوع تعظيم في قلبي لهذا البيت كفاية أنه بيت الله كذلك تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى كل شي شعيرة الصيام شعيرة الحج شعيرة حتى أن الواحد شعيرة الأضحية مثلا كهذه كهذه الآن أمور كلها هي آيتنا ما أرضى أن مثلا الناس تنكت على هالمواضيع إيه ما يشنو والله واحد شلخ واحد هذا إيه صايم ها 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 ما يشنو ليش أنه يعني أستخف من الصيام ولا أخلي الصيام دائما مرتبط بالغضب وأي إن كان حتى أن الناس مثلا والله الحين يعني واحد مثلا بالحج أو يعني مثلا أو النكة مثل الضحية يصوروا له تصور خرفان اللي حاطين له عجفة واللي ما ديش حاطين له واللي يقول له سلموا عليه بيروح بالأخير يعني إحنا الشعب الكويتي شعب خفطينة يعني وشعب فرفوشي فبس نقف يعني في أماكن لها حد الله سبحانه وتعالى يخاطبني تبي تعرف أن قلبك تقي شوف شنو حالك مع شعائر الله سبحانه وتعالى تعظمهم ولا لا يعني من تعظيم الله سبحانه وتعالى إن أنا ما أتهاون في أمور الحلال والحرام يعني ترى بالأخير لما أنا أداوم حصل معاش أنا قعد حصل معاش على الساعات اللي أنا أداومها وإن تعظيم الله سبحانه وتعالى في دوامي في التزامي مؤلم لم تسمعين أن في ناس صايمين يروحوا يدامون يبصمون يجعوا البيت ينامون ويجعون آخر الدوام يبصمون يصير ربي يرضاها هل هذا من تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى حرص علينا بالحلال الحلال مهم لأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك جسداً نبت من حرام الفلوس المأخوذة بغير حق حرام لنعظم الله سبحانه وتعالى في قلوبنا ليصلح حالنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أسماؤك الحسنى ملاء نجناني من أي إعجاز وأي بيانه وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة وعلون فوق تخيل الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر